بس قيمتك مش بس غالية في نظر الله قيمتك غالية في نظر المسيح مثل ما ذكرت الآية لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بل بدم كريم معروفا سابقا قبل تأسيس العالم دم المسيح غالي باهز الثمن كلفت أن المسيح يتخذ جسد ويموت موت بديل عنك وعنه حتى يكفر عن خطيتك لأن الله لا يريد أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة الله يريد أن الجميع يخلصون تعرف إرادة الله أنت ما تكونش في جهنم جهنم مكتوب عنها المعدة لإبليس وملائكته لكن لأن الله أعطاك القرار خلقك بصورة العاقلة الصورة أعطاك العقل وعطاك المشاعر وعطاك الفكر وعطاك المنطق وعطاك التمييز وعطاك التفكير والإرادة أنك تختار تقرر هذه الإرادة أنت إذا قررت مثل ما بقول الكتاب قد جعلته قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيى أنت ونسلك من بعدك قيمتك غالي جدا في يسوع المسيح لدرجة أن المسيح ترك السماء وأجمات على الأرض من أجلك لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا الله بحبك محبة أبدية محبة غير محدودة محبة غير مشروطة أحبك بغض النظر رغم خطيك جاء المسيح في ملء الزمان ومات من أجلك على الصليب